تحديات الأردن والأردن مستهدف هناك مخطط إسرائيلي هناك من يسعى لبث خطاب الكراهية اللي بدأ أتحدث الآن عن مواقع التواصل الاجتماعي لبث خطاب الكراهية زرع بذور الفتنة في المجتمع الأردني الكلام البذيء الإشاعات الأكاذيب كل هاي يجب أن نتصدى إلها وبكل قوة كيف بدنا نتصدى إلها هذا أين رجال الدولة يطلعوا يتحدثوا عن الوحدة الوطنية تحدثوا عن تمتين الجبهة الداخلية أين المثقفين الأكاديميين الإعلاميين الأحزاب النقابات مؤسسات المجتمع المدني وينهم يطلعوا يحكوا أما إحنا من النجر وراء الفئة القليلة وأنا لا أتحدث عن الشعب الأردني الفئة القليلة اللي هذولا مسويين يعني بلبلة في هذا الوطن وهي فئة قليلة شعب الأردني شعب عنده أخلاق أخلاقياته عالية ومعدنه أصيل لكن في 2000 3000 5000 هذولا اللي بيأثروا قاعدين على الرأي العام وللأسف إنه الناس قاعدين بيرددوا شو اللي بحكوه بيرددوا ممكن عن مش عن سؤنية ممكن عن حسنية لكن يجب أن نتصدق لهم من ردد اللي بحكوه يجب أنه المنصات الخارجية كمان نتصدق لها كلنا كلنا يعني مثل ما قلت لك يعني كل يعني أبناء المجتمع الأردني نعم كل مكونات المجتمع الأردني يجب أن يكون له دور الآن في تقوى الجبه الداخلي أنا ما بقول الدنيا يا قمر وربي بوضع الاقتصادي من سيء جدا أوكي لكن الحمد لله يعني جاء الله الملك قال إنه لسه بلدنا بخير إحنا رح نعمل على إنه ننمي الاقتصاد إنه مثلا نركز على الزراعة لأنه في الأشياء اللي لا تتأثر لا بجائحة ولا بحرب ولا شيء الغذاء والدواء خنركز إحنا بتعرف إنه إحنا كنا نصدر للخليج الوحيدين اللي صدرنا فواكه وخضرار خضار للخليج هو الأردن كان الخليج يعني كان كل كل الحدود مغلقة الأردن كان منفذهم الوحيد وإحنا اللي كنا نصدر الفاكه والخضار تصور إنه كيف إحنا قدرنا إنه استهلاكنا المحلي نلبيه ونصدر وعدة سفرة من دول الخليج شكروا هذا الموقف الأردني شكروا الأردن على هذا الموقف يعني يعني أنقذنا دول الخليج في فترة زمنية صعبة شكرا